ما حكم ما اشتهر بين بعض الناس من الاحتفال بما يسمى بعيد الحب والذي يحتفلون به في هذه الأيام لا يجوز ليس في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى هذان العيدان الشرعيان للمسلمين عيد الأضحى بعد أداء ركن الحج وعيد الفطر بعد أداء الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام وكل عيد يأتي بعد الإتيان بركن من أركان الإسلام وليس بالإسلام عياد غير هذين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى نعم